توجه وفد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وده كان لتسليم تصورات الحزب حول الحوار الوطني وفد الحزب الديمقراطي كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي كان دكتور فريد زهران رئيس الحزب أيضا مهندس باسم كامل الأمين العام للحزب ومجموعة من نواب والأعضاء وكان في استقبالهم دكتور راشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وسادة المستشار محمود فوزي مسؤول الأمانة الفنية للحوار الوطني وفد الحزب قام بتسليم بيان الحركة المدنية باعتباره الإطار العام لتصور خاص بالحوار من وجهة نظر الحزب طبعا ده بالإضافة للورقة التفصيلية اللي بتتضمن التصورات الخاصة بالحزب بحاول الأجواء المناسبة تبقى لرؤيتهم الأطراف المشاركة في أجندة الحوار أيضا المخرجات والآليات من وجهة نظر الحزب وكمان أنه أثناء اللقاء أكدوا المجموعة من قيادات الحزب اللي راحوا لمقابلة الدكتورة راشا راغب على أنه الأساس في الحوار الوطني هو الإصلاح السياسي واللي من وجهة نظرهم وأظن من وجهة نظرنا كلنا هو قاطرة حقيقية رئيسية فاعلة هتؤدي إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي بناء شدد الكل بالمناسبة على أنه المخرجات المرجوة يجب أن تخرج فيه إطار زمني واضح لها كمان على ضرورة وجود أمانة عامة للحوار بتضم شخصيات محسوبة على المؤلاء أخرى محسوبة على المعارضة ولكن بشكل متوازن من جانبها دكتور راشا راغب أكدت أن الأكاديمية هتعمل كميسر فقط لإجراء الحوار فاسيليتيتر وإنها هتشتغل بحيادية وإنها تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في المشهد السياسي أضاف سيدة المستشار محمود فوزي أن الأمانة الفنية هتشتغل على قدم وساق في جميع المقترحات أو في جمع كل المقترحات وتصنفها لوضع أجندة وضحة يتم العمل من خلالها بالتعاون مع أطراف الحوار وبيأكد أن هي منعقدة بالفعل للأخذ بفكرة وجود مجلس أمناء وإطار متوازن يدير الحوار وأنه هيتم الانتهاء من كل ما هو مطلوب وإعلانه قريبا جدا طبعا جدير بالذكر أنه جلسات الحوار كما علمنا اليوم أنها هتبدأ في شهر يوليو المقبل أول إن شاء الله